اشتركوا في سنة الفين وثمانية عشر قرر ابي احمد تنحية القوات التجرانية تدريجيا من المشهد السياسي عقب توليه رئاسة الحكومة فبدأت خطوات الصراع الاهلي المسلح بين الطرفين وحلفائهما ومع اشتداد الخلاف تصاعد القتال واشتد حتى سنة الفين وواحد وعشرين وبدأت الكفة تمير لصالح سيناريو سقوط حكومة ابي احمد وعودة التجرانيين الى الاستلاء على السلطة بعد زحفهم الى العاصمة ولكن سرعان منقلبت الامور لصالح ادي سبابا في شتاء عام الفين واثنين وعشرين بعد معارك متتابعة قسمت من السماء وبفضل الطائرة المسيرة التي حصلت عليها حكومة ابي احمد من الخارج وارسل ديبرسيون جابر ميكايل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تجراني رسالة الى الامين العام للامم المتحدة يخبره انه امر قواته بالانسحاب الفوري من مشارف العاصمة الاثيوبية اديس عبابا الى داخل حدود الاقليم من اجل حماية قواته وشعبه بعد ان حصل الجيش الاثيوبية على طائرات مسيرة من قوى اجنبية انقضت على خطوط امداد القوات التجرانية بلا هوادة فتحول سير المعارك لصالح العاصمة وطرت الجبهة التجرانية الى العودة الى التفاوض مع الحكومة وقبل ذلك وبصورة مفاجئة وبسرعة رهيبة قالبت المسيرات الموازين في ليبيا لصالح حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا على حساب قوات خليفة حفتر بالرغم من حصول حفتر على دعم من روسيا ومصر وايران وظل الامر اشبه باللغز حتى تكشفت الامور عن المسيرات التركية وقدراتها الرهيبة التي كانت السبب في تغيير مسار الحرب في ليبيا بوقت قياسي وانتهت باعلان السيسي مبادرة تحمل اسم اعلان القاهرة في يونيو الفين وعشرين تقضي بوقف القتال واحياء المسار السياسي لحل الازمة الليبية ومثل ذلك ايضا حسمت تركيا قضية صراع نغورني قرباغا الثانية الذي كان يعد احدى المشكلات المجمدة في منطقة القوقاز لمصلحة اذربيجان خلال اقل من شهرين حيث غيرت قواعد اللعبة في المنطقة من خلال تزبيد حليفتها اذربيجان بالطائرات المسيرة بدون طيار لاستخدامها في الصراع فاسمت بشكل كبير في انتصار اذربيجان لم يكن امام ادارة ييرفان وارمينيا سوى الاعتراف بالهزيمة والانسحاب من اقليم قرباغ بالكامل هذه القدرات الرهيبة التي اثبتتها المسيرات التركية والنجاحات المتتالية في انهاء تلك الصراعات التي كانت مستعصية على الحل في اوقات قصيرة قياسية اثارت شهية الحصول عليها لدى الكثير من الدول التي تشهد نزاعات داخلية او صراعات على حدودها مع فصائل مسلحة او حركات تمرد داخلي او حركات انفصالية بالاضافة الى امكانية الحصول عليها باسعار رخيصة لا تقارن بالتكاليف الباهظة التي يحتاجها الحصول على الطائرة المأهولة مع ما تحتاجه من زمن طويل لتدريب نخبة قادرة على استخدامها فشكلت المسيرات التركية صفقة رابحة اقتصاديا وعسكريا للدول الفقيرة وكان اكثر هذه الدول في القارة السمراء فسارعت لتوقيع عقود مع الشركات التركية المصنعة لهذه المسيرات للحصول عليها وخلال السنوات الاخيرة حصلت العديد من الدول الافريقية على انواع مختلفة من المسيرات التركية او اقامت صفقات للحصول عليها ومن هذه الدول ليبيا وتونس والمغرب والسودان والصومال واريتريا واثيوبيا ونيجيريا وبوركينا فاسو وتوغو ومالي وجنوب افريقيا تسعى تركيا من خلال هذه الصفقات الى تعزيز علاقاتها العسكرية والاقتصادية مع الدول الافريقية وتوسيع نفوذها في القارة السمراء وقد نشرت وزارة الدفاع الفرنسية تقريرا ارفقته بصورة يشير الى خطورات انتشار الطائرات بدون طيارة تركية لدى جيوش الدول الافريقية وليس الامر مقتصرا على القارة الافريقية فقط فهناك العديد من الدول التي حصلت على المسيرات التركية في السنوات الاخيرة مثل قطر والامارات وبولندا واوكرانيا واذربيجان بالاضافة الى عدد من الدول التي تسعى للحصول عليها وقد باعت تركيا منتجا عالي التقنية الى المملكة المتحدة لاول مرة واعلنت بريطانيا انها ستشتري خمسة طائرات مسيرة بالنوع جاكال المطورة من شركة بي في لاس تكنولوجي وانها تدرس شراء خمسين اخرى والكلام يدور عن ان اليابان تجري تقييمات لشراء برقدار تي بي تو حتى ان مؤسسة الاستخبارات العسكرية المرتبطة بقوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية تتابع عن كثب مسيرة كارغو تركيا وبذلك تكون تركيا قد اسهمت بصورة فاعلة في انهاء حقبة طويلة كانت الطائرة المسيرة فيها حكرا على القوى العسكرية الكبرى ولكنها لم تعد كذلك في الاعوام القليلة الماضية ودخل العالم حقبة جديدة بانضمام العديد من اللاعبين الى هذا المجال وانتقل استخدام المسيرات من نطاق ضيق في حروب مكافحة الارهاب ومكافحة التمرد الى القتال النظامي والصراعات الاهلية الكبرى وتصدر تركيا المشهد العالمي في مجال تصدير الطائرات المسيرة منذ سنة الفين وواحد وعشرين حيث نشر مركز الامن الامريكي الجديد سي ان اي اس تقريرا يقول بان تركيا اصبحت اكبر مورد عالمي لطائرات المسيرة بشقيها الاستطلاعي والمسلح متفوقة بذلك على الصين والولايات المتحدة واليك لمحة سريعة عن اشهر المسيرات التركية التي اكتسبت شهرة عالمية كبيرة بعد الاداء الفعال الذي حققته خلال تجاربها المتعددة مسيرة بيرقدار تي بيتو تتميز مسيرة بيرقدار تي بيتو التي اجرت اول عملية طيران ناجحة لها عام الفين وتسعة بكونها طائرة عسكرية تكتيكية للمراقبة والهجوم حيث يمكنها الطيران على ارتفاع ثمانية الاف متر ولمدة تصل الى سبع وعشرين ساعة متواصلة وتستطيع وحمل معدات وقذائف بوزن مائة وخمسين كيلو جرام وتمتلك قدرات فائقة على ضرب اهداف ثابتة ومتحركة خلال الليل والنهار وتعمل منظومة بيرقدار تي بيتو من خلال ست مركبات جوية طائرات ومحطتين ارضيتين للتحكم والسيطرة وثلاث محطات للبيانات الارضية ومحطتين للفيديو اضافة الى معدات للدعم الارضي مسيرة بيرقدار تي بي ثري وهي النسخة البحرية المطورة عن بيرقدار تي بي تو ومن اهم الفوارق الاساسية التي تميز طائرة بيرقدار تي بي ثري عن شقيقتها ان لديها اجنحة قابلة للطي وهذا ما يمكنها من الاقلاع والهبوط على حاملات الطائرات قصيرة المدى كما ان لديها وظائفا متكاملة للاقلاع والهبوط لتكون تلقائية وتصل سرعتها القصوى الى ثلاثمائة كيلو متر في الساعة ويمكن ان تحمل قذائف بوزن مئتين وثمانين كيلو جرام وتمتلك القدرة على العمل من ارتفاعات عالية حيث نجحت في اربع اختبارات تحليق تجربية واجتازتها بنجاح وستطعت التحليق على ارتفاع تجاوز ستة وثلاثين الف قدم باستخدام المحرك المحلي بي دي مئة وسبعين مسيرة برقدار اقن جي تيها تمتلك مسيرة اقن جي تيها القدرة على التحليق على مدار اربع وعشرين ساعة متواصلة بارتفاع يصل الى اربعين الف قدم فيما يبلغ وزن اقلاعها نحو ستة اطنان وسعت حمولتها من الذخيرة تبلغ طنا ونصف الطن وتم تزويد اقن جي تيها بكاميرا محلية خاصة بالاستطلاع وتحديد الاهداف وقد اكسب هذه المسيرة شهرة عالمية نجاحها في مهمة البحث عن حطام طائرة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي خلال وقت قياسي بعد العجز الايراني عن تحديد مكان سقوطها المسيرة غوكهون مسيرة تركية تكتيكية صغيرة تابعة لنظام الطائرة من دون طيار تصنف ضمن المسيرات الهجينة وتمتلك القدرة على الاقلاع والهبوط بشكل عمودي باجنحة ثابتة على جميع المنصات البرية والبحرية دون الحاجة الى مدرج تتصف غوكهون بالكفاءة في المشاركة في العمليات البحرية والبرية وبالمرونة في اداء المهمات وتنوعها اذ تستخدم للاغراض العسكرية التكتيكية والقتالية ولاغراض الاستطلاع والمراقبة العسكرية والاستخباراتية ومن المسيرات الانقضاضية التي تنتجها تركيا المسيرة المجنونة ديلي عرضت النسخة الاولى منها في معرض الساها اكسبو الفين واثنين وعشرين تتميز بسهولة في النقل والتشغيل ويمكن ان تصبح جاهزة للاستخدام في اقل من خمس عشرة دقيقة ويمكن ان تصل السرعة القصوى للمسيرة ديلي الى مائة وثمانين كيلو مترا في الساعة وهي مزودة باجهزة لمكافحة التشويش وباستطاعتها تنفيذ عمليات على ارتفاع اقصى يبلغ ثلاثة الاف وخمسمائة متر هذا النجاح التركي اوصل الصادرات التركية من الصناعات الدفاعية الى اكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويا بعد ان كانت مائتين وخمسين مليون دولار قبل وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة